بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزاء الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس موضوع درسنا لهذا اليوم هو حل المعادلات التي تتوي متغير في طرفيها للصف الثالث متوسط سنتعلم اليوم حل المعادلات التي تحتوي متغير في طرفيها وسنتعلم كذلك أمثلة من واقع الحياة على حل المعادلات التي تحتوي متغير في طرفيها مثال حل المعادلة ثلاثها زايدا ثمانية تساوي سبعها الحل لو لاحظنا المعادلة موجودة متغيرها في طرفي المعادلة في الطرف الأيمن موجود ثلاثها وفي الطرف الأيسر موجود سبعها الحل نكتب المعادلة بما أن المتغيرها موجود في الطرفين فإننا نطرح الأعدد الأقل الأقل هو ثلاثها إذن بطرح ثلاثها من الطرفين ثلاثها سيذهب مع سارب ثلاثها يتبقى في الطرف الأيمن ثمانية وفي الطرف الأيسر سبعها ناقصا ثلاثها بأربعها إذن سيكون ثمانية تساوي أربعها الها مضروبة في أربعة عكس الضرب هو القسمة إذن بقسمة الطرفين على أربعة ثمانية مقسومة على أربعة بإثنان وأربعها مقسومة على أربعة الأربعة ستذهب مع الأربعة ويتبقى الها إذن إثنان تساوي ه إذن حل المعادلة هو أن قيمة الها هي إثنان تقويم حل المعادلة إثنان جيم تساوي أربعة جيم زائدا الستة الحل المعادلة إثنان جيم تساوي أربعة جيم زائدا ستة نلاحظ أن المتغير جيم موجود في طرفي المعادلة لذلك نطرح العدد الأقل الغادر الأقل هو 2 جيم إذن بطرح 2 جيم من الطرفين 2 جيم في الطرف الأيمن سيذهب مع سالب 2 جيم تبقى في الطرف الأيسر 4 جيم ناقصا 2 جيم 4 ناقصا 2 2 جيم ويتبقى 6 إذن ستكون 0 تساوي 2 جيم زايدا 6 نلاحظ أن 2 جيم مضافا عليها 6 عكس الإضافة هو الطرح إذن بطرح 6 من الطرفين في الطرف الأيسر موجب 6 سيذهب مع سالب 6 والصفر زايدا سالب 6 بسالب 6 إذن سالب 6 تساوي 2 جيم المتغير جيم مضروبا في 2 عكس الضرب هو القسمة إذن بقسمة الطرفين على 2 سالب 6 مقسومة على 2 سالد مقسومة على موجب بسالب والستة مقسومة على 2 ب3 وفي الطرف الأيسر 2 جيم مقسومة على 2 الاثنان ستذهب مع الاثنان ويتبقى الجيم إذن سالب 3 تساوي جيم إذن قيمة الجيم هي سالب 3 مثال حل المعادلة 13 سين زايدا 2 تساوي 4 سين زايدا 38 الحل نكتب المعادلة 13 سين زايدا 2 تساوي 4 سين زايدا 38 نلاحظ أن المتغير سين موجود في الطرفين المعادلة موجود في الطرف الأيمن 13 سين وفي الطرف الأيسر 4 سين نطرح الأقل الأقل هو 4 سين إذن بطرح 4 سين من الطرفين 4 سين سيدهم مع سالب 4 سين الطرف الأيمن 13 سين ناقصا 4 سين بتسعة سين إذن 9 سين زايدا 2 تساوي 38 الآن نلاحظ أن التسعة السين مضافا عليها 2 عكس الإضافة هو الطرح إذن بطرح 2 من الطرفين موجود 2 سيذهب مع سالب 2 في الطرف الأيمن ويتبقى في الطرف الأيمن 9 السين في الطرف الأيسر 38 ناقصا 2 ب36 إذن 9 السين تساوي 36 الآن نلاحظ أن السين مضربة في التسعة عكس الضرب هو القسمة إذن بقسمة الطرفين على 9 في الطرف الأيمن 9 السين مقسومة على التسعة الساعة تتذاب مع التسعة ويتبقى السين في الطرف الأيسر 36 مقسومة على 9 ب4 إذن السين تساوي 4 إذن أوجدنا قيمة السين تساوي 4 وهي حل المعادلة الموجودة في المثال تقويم حل المعادلة 8 الصاد ناقصا 5 تساوي 3 الصاد زايدا 15 ألحظ نكتب المعادلة 8 الصاد ناقصا 5 تساوي 3 الصاد زايدا 15 لو لاحظنا متغير صاد موجود في طرف المعادلة في الطرف الأيما موجود 8 الصاد ففي الطرف الأيسر موجود 3 صاد نطرح الأقل والأقل هو 3 صاد من الطرفين 8 الصاد ناقصا 3 الصاد ناقصا 5 في الطرف الأيمن تساوي 3 الصاد ناقصا 3 الصاد زايدا 15 في الطرف الأيسر 3 الصاد ناقصا 3 الصاد تذهب مع بعض تبقى في الطرف الأيسر 15 في الطرف الأيمن 8 الصاد ناقصا 3 الصاد بخمسة صاد ناقصا 5 إذن 5 الصاد معقصا 5 تساوي 15 الآن نلاحظ أن 5 الصاد مضروحا منها 5 عكس الطرح هو الإضافة إذن بإضافة 5 للطرفين سالب 5 سيذهب مع موجب 5 في الطرف الأيمن ويتبقى 5 الصاد في الطرف الأيسر 15 زائدا 5 في 20 إذن 5 الصاد تساوي 20 الآن المتغير صاد مضروحا في 5 عكس الضرب هو القسم إذن بقسمة الطرفين على 5 5 سيذهب مع 5 ويتبقى الصاد في الطرف الأيمن في الطرف الأيسر 20 مقصومة على 5 بأربعة إذن الصاد تساوي 4 مثال في المعادلة إثناء مضروحا في قوس بداخله فا ناقصا 3 تساوي 3 زائدا ألف الحل نكتب المعادلة إثناء مضروحا في القوس فا ناقصا 3 تساوي 3 زائدا ألف لحل المعادلة نفق القوس بضرب إثنان في فا إثنان ضرب بفا بإثنان فا وضرب إثنان في سالب ثلاثة إثنان ضرب سالب ثلاثة بسالب ستة إذن إثنان فا ناقصا 6 تساوي 3 زائدا ألفا فا نلاحظ أن الفا موجود في الطرفين في الطرف الأيمن إثنان فا وفي الطرف الأيسر فا إذن بطرح فا من الطرفين فا سيذهب مع سالب فا يتبقى في الطرف الأيسر ثلاثة في الطرف الأيمن فا ناقصا 6 تساوي 3 نلاحظ أن الفا مضروحا منها 6 أقص الطرح هو الإضافة بإضافة 6 للطرفين في الطرف الأيمن فا ناقصا 6 زائدا 6 سالب 6 سيذهب مع موجب 6 وإذا بقى في الطرف الأيمن الفا في الطرف الأيسر 3 زائدا 6 بتسعة إذن الفا تساوي 9 إذن حل المعادلة 2 مضربة في القوس فا ناقصا 3 تساوي 3 زائدا الفا هي أن قيمة الفا تساوي 9 تقويم حل المعادلة 7 مضربة بقوس بداخله نون ناقصا 1 تساوي سالب 2 مضربة في قوس بداخله 3 زائدا نون الحل نكتب المعادلة 7 مضربة بقوس بداخله نون ناقصا 1 تساوي سالب 2 مضربة في قوس بداخله 3 زائدا نون في بداية الحل نفق الأقواص نضرب 7 في النون 7 ضرب نون ب7 نون ونضرب 7 في سالب 1 بسالب 7 إذن سنحصل في الطرف الأيمن 7 نون ناقصا 7 في الطرف الأيسر سالب 2 ضرب 3 بسالب 6 سالب 2 ضرب نون بسالب 2 نون إذن سنحصل على 7 نون ناقصا 7 تساوي سالب 6 ناقصا 2 نون نلاحظ الآن أن المتغير نون موجود في طرفين المعادلة في الطرف الأيمن موجود 7 نون وفي الطرف الأيسر موجود سالب 2 نون بما أنه في الطرف الأيسر مطروحا 2 نون لأن عكس الطرح هو الإضافة بإضافة 2 نون للطرفة إذن سنحصل على 7 نون زائدا 2 نون ناقصا 7 في الطرف الأيمن وفي الطرف الأيثر سالب 6 ناقصا 2 نون زائدا 2 نون سالب 2 نون سيذهب مع موجة بـ 2 نون يتبقى في الطرف الأيثر سالب 6 في الطرف الأيمن 7 نون زائدا 2 نون بتسعة نون ناقصا 7 إذن 9 نون ناقصا 7 تساوي سالب 6 الآن نلاحظ أن المتغيّن نون مطروحا منها 7 عكس الطرح والإضافة بإضافة 7 للطرفين في الطرف الأيمن 9 نون ناقص 7 زائد 7 سالب 7 سيدها مع موجب 7 تبقى في الطرف الأيمن 9 نون سالب 6 زائد 7 بواحد إذن 9 نون تساوي الواحد نلاحظ أن النون مضروبة في التسعة عكس الضرب هو القسمة إذن بقسمة الطرفين على 9 في الطرف الأيمن 9 نون مقصومة على التسعة التسعة ستذهب مع التسعة يتبقى في الطرف الأيمن نون وفي الطرف الأيسر 1 على 9 النون تساوي 1 على 9 إذن حل المعادلة هو أن النون تساوي 1 على 9 مثال ينفق محل العصائر 210 ريالا يوميا نفقات ثابتة بالإضافة إلى 2 ريالا تكلفة كوب العصير فإذا بيع الكوب الواحد بخمسة ريالات فكم كوب يجب أن يبيع ليبدأ بتحقيق الربح الحل عدد الأكواب المباعة مجهولة لدينا وقت تكون عدد الأكواب تساوي السين تكلفة الأكواب كل كوب بـ 2 ريال إذن تكلفة الأكواب ستكون 2 سين بعدد الأكواب التكلفة الإجمالية هو قيمة عدد الأكواب مضافة عليها 210 ريال إذن التكلفة الإجمالية 2 سين زائد 210 ريال فإذا بيع الكوب الواحد بخمسة ريالات إذن ثمن بيع الأكواب هو خمسة للكوب الواحد إذن ثمن بيع الأكواب المضلوبة هو خمسة مضلوبة في السين والسين المقصود بها عدد الأكواب التكلفة الإجمالية تساوي ثمن بيع الأكواب لكي يتحقق له الربح بعد ذلك التكلفة الإجمالية ذكرنا أنها 2 سين زائد 210 ثمن بيع الأكواب تساوي خمسة سين إذن سنحصل على المعادلة 2 سين زائد 210 تساوي خمسة سين نكتب المعادلة نلاحظ أن السين موجود في طرفي المعادلة في الطرف الأيمن 2 سين وفي الطرف الأيسر 5 سين إذن نطرح الأقل أقل هو 2 سين بطرح 2 سين من الطرفين 2 سين سيذهب من وسالب 2 سين يتبقى في الطرف الأيمن 210 في الطرف الأيسر 5 سين ناقصا 2 سين بثلاثة سين إذن 210 تساوي ثلاثة سين نلاحظ أن السين مضلوبة في الثلاثة عكس الضرب هو القسمة في قسمة الطرفين على ثلاثة في الطرف الأيمن 210 مقسمة على ثلاثة بسبعين وفي الطرف الأيسر 3 السين مقسومة على الثلاثة الثلاثة السادة مع الثلاثة يتبقى السين إذن 70 تساوي السين والسين ذكرنا أنها عدد الأكواب إذن عدد الأكواب المطولبة هو 70 كو مثال أوجد قيمة السين التي تجعل مساحة شكله متساويان فأعطانا أربع خيارات الخيار الأول 3 والخيار الثاني 5 والخيار الثالث 6 والخيار الثالث 6 والخيار الظابع هو 7 أعطانا شكلين مستطيلين الشكل الأول طوله 9 سنتيمتر وعرضه سين سنتيمتر لو أردنا مساحة فإن نضرب الطول في العرض 9 سنتيمتر مضربا في سين سنتيمتر 9 ضرب سين بتسعة سين إذن مساحة المستطيلة أول هي 9 سين المستطيلة الآخر الطول 6 سنتيمتر والعرض سين زائدا الثلاثة سنتيمتر إذن مساحة سيكون 6 ضرب سين زائدا الثلاثة إذن مساحة المستطيلة الثاني 6 مضربة في السين زائدا الثلاثة ونحن نعلم أن مساحة الشكلين متساويين إذن مساحة الشكل الأول تساوي مساحة الشكل الثاني إذن 6 مضربة في السين زائد ثلاثة تساوي 9 سين نفق القوس 6 ضرب سين ب6 سين 6 ضرب ثلاثة بثمانية عشر إذن 6 السين زايد 18 تساوي 9 السين نلاحظ أن المتغير سين موجود في الطرفين المعادلة في الطرف الأيمن 6 السين وفي الطرف الأيسر 9 السين وكلاهما إشارة موجبة لأن الطرح الأقل هو 6 سين بطرح 6 السين من الطرفين تبقى في الطرف الأيمن 18 وفي الطرف الأيسر 9 السين ناقصا 6 سين ب3 السين إذن 18 تساوي 3 سين السين مضروحة في الثلاثة عكس الضرب هو القسمة بقسمة الطرفين على ثلاثة ثلاثة ستذهب مع الثلاثة يتبقى في الطرف الأيسر سين وفي الطرف الأيمن 18 مقسمة على ثلاثة بستة إذن الستة تساوي سين قيمة السين هي ستة إذن الحل الصحيح هو جيم تقويم أو جد سين لتجعل محيطي الشكلين متساويين وإعطانا لذلك أربع خيارات الخيار الأول 1.5 الخيار الثاني 2 والخيار الثالث 3.2 والخيار الرابع هو 4 الحل الشكل الأول مستطيل طوله 2 سين زائد 2 وعرضه سين محيط الشكل هو الطول زائد العرض مضروحا في 2 إذن 2 سين زائد 2 اذن محيط الشكل الأول مضروحا في 3 مضروحة السين زائد 2 الشكل الثاني طوله 6 وعرضه سين ومحيطه سيكون 6 مضروحة السين مضروحة في 2 إذن محيط الشكل الثاني سيكون 2 مضربة في 20 زايدا 6 ونحن لا أعلم من المثال أن محيطي الشكلين متساويين إذن 2 مضربة في 30 زايدا 2 تساوي 2 مضربة في 20 زايدا 6 بفق الأقواص في الطرف الأيمن نضرب 2 بـ 3 2 ضرب 30 بـ 6 2 ضرب 2 بـ 4 إذن سنحصل على 6 سين زايدا 4 في الطرف الأيمن في الطرف الايسر اثنان ضرب سين باثنان سين اثنان ضرب ستة باثناش اذا اثنان سين زايدا اثناش اذا سنحصل على ستة سين زايدا اربعة تساوي اثنان سين زايدا اثناش نلاحظ متغير سين موجود في الطرفين في الطرف الايمن ستة سين وفي الطرف الايسر اثنان سين اذا بطرح اثنان سين من الطرفين اثنان سين سيذهب مع سالب اثنان سين ويتبقى في الطرف الايسر اثناش في الطرف الأيمن 6 سين ناقص 2 سين بأربعة سين زايدا أربعة إذن أربعة سين زايدا أربعة تساوي 12 المتغير سين مضافا عليه 2 عكس الإضافة هو الطرح بطرح 2 المتغير سين مضافا عليه أربعة عكس الإضافة هو الطرح بطرح أربعة من الطرفين موجب أربعة سيذهب مع سالب أربعة في الطرف الأيمن ويتبقى أربعة سين في الطرف الأيسر 12 ناقصا أربعة بثمانية إذن أربعة سين تساوي ثمانية السيم مضربة في أربعة عكس الضرب هو القسمة في قسمة الطرفين على أربعة الأربعة ستذهب مع الأربعة يتبقى السيم في الطرف الأيمن في الطرف الأيسر ثمانية مقسومة على أربعة بإثنان إذن الخيار الصحيح هو السيم تساوي إثنان وهو خيار بأ تعلمنا اليوم المعادلات التي تحتوي متغير في طرفيها تعلمنا حلها وتعلمنا أمثلة من واقع الحياة عليها في الختام عزيزي الطلاب والطالبات أتمنى أن نكون قدمنا درسا مفيدا لكم أتبعينا العملية التعليمية لديكم ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى اللقاء قريب بإذن الله